وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 441 قضية تموينية بمضبطات 120 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي فقد تم ضبطه 67 طن وفي مجال البيع بأعلى من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبطه 50 طن أسمنت أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبطه 716 قضية من بينها 83 قضية خبز ناقص الوزن و66 قضية خبز غير مطابق للمواصفات